بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد أبارك الله في سيفنا وفي حاضرين عن نعيم المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة برهم حجرين من آثار الوبوء فمن استطاع منكم أن يضيل برته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضى فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين حتى كاد يبلغ المنكبين حتى رضع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة برهم حجرين من آثار الوبوء فمن استطاع منكم أن يضيل برته وتحجيله فليفعل وفي ربض لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول يبلغ الجديد من المؤمن حيث يبلغ المنكبين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الحديث فيه فوائد نتكلم على مختصرها من فوائد هذا الحديث أن فيه بيان فضيلة لهذه الأمة زادها الله شرفا ورفعا التي هي خير الأمم والتي اختصها الله جل وعلا بخير نبي وآخر نبي عليه الصلاة والسلام واختصها الله جل وعلا بالشريعة السمحة السهلة التي هي أفضل الشرائع وأحبها وأيسرها وأخفها عند الله جل وعلا فهذه الأمة تميزت على سائر الأمم بعدة أمور منها هذا الأمر أنه إذا حشرت هذه الأمة يوم القيامة فإنها لا تحشرها كذا وإنما يجعل لها ميزة وعلامة يجعل لها سيمة أي علامة تتميز بها على سائر الأمم وهي بياض في جباهنا وبياض في قوائمنا في عيدنا وأرجلنا يعني بياض في أعلىنا وبياض في أسفلنا بياض في جبهتك وبياض في يدك إلى مرفقك وبياض في رجلك إلى كعبيك هذا البياض مما اختصت به هذه الأمة وخصائص الأمم لو ذهبنا نتكلم عنها لطالبنا المقام لكن من أعظم ما خص الله جل وعلا به هذه الأمة ما يلي الأمر الأول أنه أخرها حتى جعل نبيها هو خير الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم المبعوث في هذه الأمة هو آخر الأنبياء فالله جل وعلا اختار لنا أن نتأخر في خلقنا حتى يتوافق وجودنا مع خرب بعثة هذا النبي العظيم وهذا من أعظم ما خصنا الله به ومن أفضل ما شرفنا الله جل وعلا به أن جعل نبينا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ذلك أن الله خصها بخير كتبه وأجمعها وأحسنها وأفصحها وأكملها عند الله جل وعلا فأشاهد يا إخوان أن الله خصنا بهذا القرآن الذي جعله مهيمنا على جميع الكتب قال الله جل وعلا ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء ففيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وفصل ما بيننا وقال الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب بالحق انتبه مصدقا لما بين يديهم من الكتاب ومهيمنا عليه يعني أن القرآن مهيمنا على جميع الكتب فهذا من أعظم أيضا ما خصنا الله جل وعلا به الأمر الثالث أن الله من خصائص هذه الأمة أو من أعظم خصائص هذه الأمة أنه خصها بهذه الشريعة العظيمة التي أحب شريعة إلى الله فالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله من الشريعة التي جاء بها نوح وأحب إلى الله من الشريعة التي جاء بها إبراهيم وأحب إلى الله من الشريعة التي جاء بها موسى وعسى وجميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هذه أفضل شريعة وهي الشريعة السمحة التي مدحها الله جل وعلا في كتابه وامتدحها نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته وهي شريعة مبنية على رفع الأصار والأغلال والتخفيف والتيسير لا على التأسير والإثقال قل الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وأعظم الشرائع وأعظم المناهج هي شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قل الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج والتفاصيل هذا كثيرا ومن جملة ما خصنا الله جل وعلا به ما أكرمنا الله جل وعلا به من تعظيم الأجور تعظيم أجور هذه الأمة فإن الله قد رتب على أجور هذه الأمة أعظم ما رتبه على أجور الأمة السابقة حتى وإن كانوا أكثر عملا حتى وإن كانوا أكثر عملا فقوم عملوا من الصباح إلى الزوال وهم اليهود وقوم عملوا من الظهر إلى العصر وهم النصارى إذن هؤلاء أجمنة عملهم طويلة أولا لا يجمع فهذه الأمة قصر في أعمار أفرادها ولكن ضعف في أجور أعمالها فالحسن بعشر أمثالها وغير ذلك مما هو مقرر في الأدلة هذا مما خصنا الله جل وعلا به ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر وغير ذلك مما أنتم تعرفونه ثابتا في الأدلة ومما خصنا الله جل وعلا به أيضا أنه جعلنا الأمة التي تسبق كل الأمم يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة والسابقون يوم القيامة يعني الآخرون وجودا لكن السابقون إيش إلى أبواب الجنة نحن السابقون في حسابنا ونحن السابقون في حشرنا ونحن السابقون في فصل ما بيننا ونحن السابقون في دخول الجنة هذه الأمة هذه الأمة هي السابقة يوم القيامة وهذا ببركة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد فضل الله وكمال إحسانه ومنته على هذه الأمة ومما فضل الله به هذه الأمة أيضا أنه جعلها أول أمة تدخل الجنة يقول عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة فأجده مغلقا الحديث صحيح المسلم من حديث أنس قال فأطرقه فيقول الخازن من أنت فأقول أنا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك فأكون أول من يدخل الجنة ثم تتبعه بعد ذلك تتبعه بعد ذلك أمته ومن فضائل هذه الأمة أيضا السيمة والعلامة التي خصها الله بها من بين سائر الأمة وهي ما دل عليها هذا الحديث ومنها أيضا أن أكثر أهل الجنة هم هذه الأمة أكثر أهل الجنة هم هذه الأمة الأمة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا فحمدنا الله وكبرنا ثم قال ألا ترضون أن تكونوا ثلثة أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وما ذلك إلا يعني ضرب لنا مثلا أن مثلنا في الأمم قبلنا كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعرة هي نصف الجنة والنصف الباقي هي من شعر هذا الثور فنحن أكثر الأمة دخولا للجنة وهذا من فضل الله علينا نسأل الله لا يحرمنا وإياكم دخولها فهذه جمل من فضائل هذه الأمة وما تميزت به فهذا الحديث يبرز هذه الميزة العظيمة لهذه الأمة وهي أننا نحشر يوم القيامة على هذه الصورة ولذلك هذه العلامة هي العلامة التي يعرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مات ولم يرى بقية أمته طيب كيف يعرفنا وينادين يوم القيامة؟ بأصحاب أصحاب كيف يعرفنا؟ لأنه ينادينها بنداءين قوله أمة أمتي وأصحاب أصحاب 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 أو أصحاب أصحاب كله يقصد أمته كيف يعرفنا هذا الحديث ترأى هذا الإشكال ترأى في ذهن الصحابة فقالوا يا رسول الله أو تعرفنا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أنا رأينا إخواننا قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يرون بعد أو لم نراهم بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله فضرب لهم مثلا قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم يعني لون واحد أكان هذا الرجل يعرف خيله قالوا بل يا رسول الله يعني نعم يعرف خيله فقال فإنهم يأتون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء فإذن هذا مما تميزنا به على سائر الأمم ومن فوائد هذا الحديث أيضا تقسيم الأمة إلى أمتين فإن المراد بالأمة في قوله إن أمتي إنما يقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة فقط وقد قسم العلماء الأمة إلى أمتين أمة إجابة وأمة دعوة فأما أمة الدعوة فهم كل من جاء بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة ولن يؤمن به ما دخل في الإسلام كاليهود الموجودين والنصارى الموجودين والمجوسي والمجوس الموجودين وغيرهم من سائر أصناف الكفرة هؤلاء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا الجواب من أمته ولكن من أمة الدعوة من أمة الدعوة وأما القسم الثاني فهم أمة الإجابة وهم المسمون بأهل القبلة وهم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى وإن كان عنده نوع معصي أو نوع بدعة هذا لا يضره ولا يخرجه عن أمة الإجابة فالخوارج من أمة الإجابة والمعتزلة من أمة الإجابة والأشاعر من أمة الإجابة وأهل السنة من أمة الإجابة فليس وجود المعصية أو الذنب أو البدعة مخرجا للإنسان من أمة الإجابة فقوله إن أمتي يدعون يوم القيامة ما الذي يريد به أمة الإجابة أو أمة الدعوة لا جرم أنه يريد بها أمة الإجابة ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه إثبات قيام الساعة ومجيئها وأنها حق لا محيص ولا مناصة من قيامها وسميت بيوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم يوم القيامة إلى ربهم حفاتا عراتا غرلا وهذا يتضمن الإيمان بكل تفاصيل العرصات الواردة فيها لأن الإيمان بيوم القيامة إيمان إجمال وهو الإيمان بأن الناس سيموتون وأن تؤمن بكل ما سيكون بعد الموت من جزاء وحساب وبعث وميزان وصحف وجنة ونار وقنطرة وغيرها هذا إيمان إجمالي وأما الإيمان التفصيل فهو أن تؤمن بكل قضية من قضايا التي ستكون يوم القيامة على وجه الخصوص فتؤمن بالصحف إيمانا خاصا وتؤمن بالميزان إيمانا خاصا أما الإيمان الإجمالي فهو فرض على كل أحد وأما الإيمان التفصيل فهذا يختلف باختلاف علم الناس فمن علم وثبت عنده أن هذا سيكون يوم القيامة فإنه يجب عليه أن يؤمن به فإذن هذا فيه إثبات قيام الساعة لأن هذا الدعاء لأن دعاء الأمة يوم القيامة إنما سيكون بعد قيام الناس من قبورهم إلى رب العالمين جل وعلا نقول ومن فضاء لهذا الحديث أيضا أن فيه من لا يتوضأ أن من لا يتوضأ فإنه يكون تاهيا بين الأمم لا يدري إلى أي أمة ينتسم وقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حال الذي لا يتوضأ إذا كانت علامة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لنا هي هذه العلامة فكيف الحال بمن لا يتوضأ فيقول ابن تيمية رحمه الله في معنى جوابه أنه يكون تائها بين الأمم لا يدري إلى أي أمة لا يدري إلى أي أمة ينتسم وأنا أقول والله أعلم أن من لا يتوضأ فإن صلاته أصلا لا تصح من لا يصلي فإنه كافر فينقلب من كونه من أمة الإجابة إلى أمة الدعوة وهذا الفضل خاص بأمة خاص بأمة الإجابة لا بأمة الدعوة وفيها أن الدعاء يوم القيامة يكون دعاء إجماليا ودعاء تفصيليا أما الدعاء الإجمال فإن كل أمة سوف تدعى على وجه الإجمال من غير تفصيل بين أفرادها وعلى ذلك هذا الحديث فأمة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تدعى يا أمة محمد ثم نأتي لفصل القضاء فإذا هذا دعاء إجمالي ولكن هناك دعاء خاص وهو أنه يدعى كل إنسان ويحاسب كل إنسان بمفرده يا فلان بن فلان وهكذا فإذا الدعاء يوم القيامة إما يكون دعاءا إجماليا بحيث أن تدعى الأمة كلها أمة نوح كلها أمة هود كلها أمة موسى أمة عيسى كلها وأمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها وإما دعاء خاص وقد دل على الدعاء العام قول الله جل وعلا وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ومن فوائد هذا الحديث أيضا ما ذكره العلماء في بيان الغرة والتحجين فقالوا الغرة هي بيان في جبين الفرس الغرة هي بياض في جبين الفرس وعما التحجين فهو بياض في قوائمه في يديه ورجليه ولا تسمى الغرة غرة في الأعم الأغلب عند العرب إلا إذا كانت في الفرس لا تسمى الغرة غرة في الأعم الأغلب عند العرب إلا إذا كانت في الفرس ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه الترغيب على إدامة الوضوء والاستكثار منه ما استطعت فكلما استكثرت من الوضوء كلما كان تحقق هذه العلامة فيك أدعى وأكمل فينبغي للإنسان أن لا يستثقل التجديد لأن بعض الناس يفرح بكونه لم يحدث بين الوقتين استثقالا منه للوضوء فنقول لا يستحب للإنسان أن يستكثر من الوضوء ولذلك يقول بلال ما تبضأت من ليل أو نهار إلا رأيت حقا لله علي أن أصلي إلا صليت بعده ركعتين ويقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتبضى فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل عليه ما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامة المؤمن المحافظة على الوضوء قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وليحافظ على الوضوء إلا مؤمن فإذا استدامة الوضوء والاستكثار منه مما يجعل الإنسان أدخل في تحقيق هذه السيمة بإذن الله جل وعلا ومنها أيضا هل الغسل يدخل مع الوضوء في هذه الفضيلة؟ هل الغسل يدخل مع الوضوء في هذه الفضيلة؟ نقول والله إن الأمور الغيبية مبنية على التوقيف ولا قياس فيها إن الأمور الغيبية مبنية على التوقيف ولا قياس فيها والقول الأقرب أن الغسل لا يدخل معه لماذا لأمرين؟ الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آثار من آثار إيش؟ الوضوء فخص الوضوء هنا ولم يدخل معه الغسل والأمر الثاني أن المتقرر عند العلماء أن الجزاء من جنس العمل فلما كان في الوضوء يغسل وجهه استنار جبينه ولما كان الغسل إلى المرفقين استنارت يداه ولما كان غسل الرجلين إلى الكعبين استنارت رجلاه فإذن هذا جزاء من جنس العمل طيب الغسل يجب فيه أن يعمم بدنه كله فلو كان الغسل يدخل معه لكانت السيمة والعلامة عام لكل الجسد فهذا من باب الجزاء من جنس العمل مما يفيدنا أن الأمر مخصوص بالوضوء ولا يدخل معه الغسل ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه بيان عظم أن فيه بيان عظم ما أعده الله جل وعلا لهذه الأمة من الأجور العظيمة والدرجات العلا والنعيم المقيم والمنزلة العالية الرفيعة على سائر الأمم فأول كرامات الله لهذه الأمة يوم القيامة أنها في أول دعائها أنها في أول ما تدعى لفصل الجزاء تدعى على هذه الكرامة وعلى هذه الكيفية ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه بيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمة أكرمت لأنه نبيها لأن الأمة أكرمت لأنه نبيها ولأن الأمة طبقت ما شرعه نبيها لها فهي أكرمت لاتباع النبي صلى الله عليه أنتم معين في هذا؟ فهي أكرمت باتباع نبيها صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء ولذلك لو توضع الإنسان على غير الصفة التي توضع عليها النبي عليه الصلاة والسلام هل ستكون له هذه السمة يوم القيامة الجواب لا لكن هذا النور وهذا الكرام للأمة إنما هي باتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم فهذا فيه فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام بل وفيه فضيلة أخرى وهي أن هذا أمر غيبي ولم يطلع الله عليه أحدا من الأنبياء لم يخبرنا أحد من الأنبياء أن أمته سوف تحشر كذلك وإنما هذا شيء من الغيب خص الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بها مما يدل على أنه أطلعه من المغيبات على شيء لم يطلع عليه غيره من الأنبياء فهذا دليل على فضله على إخوانه من الأنبياء ومن فضيلة هذا الحديث فيه استحباب إسباغ الوضوء فيه استحباب إسباغ الوضوء والمراد بالإسباغ أحد أمرين بل عفوا مجموع والمراد بالإسباغ مجموع أمرين الأمر الأول أن تسيل الماء على العضو المغصول فلا يكفي في العضو المغصول أن تمسح فقط بل لابد أن يسيل الماء من عليه ولذلك يقول عيصاته السلام إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء قطر الماء هذا ما يكون إلا إذا نعم إذا حصل الإسباغ وأما مجرد المسح فإن هذا لا يدخل الإنسان في هذا الفضل إذن إسباغ الوضوء لابد فيه من مجموع أمرين الأمر الأول الإسالة في الأعضاء المغصولة وهي الوج واليدان والرجلان والأمر الثاني أن يصل بالوضوء إلى محاله الشرعية أن يصل بالوضوء إلى محاله الشرعية وهي أن يغسل وجهه كله كما فصلنا في الحديثين السابقين وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حجر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وكذلك اليد إلى المرفق فلو قصر الإنسان فيها فلا يعد مسبغا لوضوئه ولا يترتب على وضوئه هذا الفضل ولذلك لما فسر أبو هريرة هذا الغر والتحجيل غسل يديه حتى كان يبلغ المنكبين ثم غسل رجلي حتى رفع إلى الساقين فإذن فيه استحباب إسباغ الوضوء ومن فوائد هذا الحديث أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إطالة الغرة والتحجيل وإذا قلت الغرة والتحجيل فأعني بها هل يشرع للإنسان أن يغسل يده إلى منتصف العضد يعني يتجاوز المرفق حتى يطيل غرته حتى يطيل عفوا تحجيله وهل يستحب للإنسان في غسل رجله أن يرفع من فوق الكعبين إلى أصاف الساقين الراوي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرى محجلين من آثار الوضوء فهم أنه كلما طال أثر الماء طالت النور والحلية أنتم بعد ذلك فلذلك كان يغسل يده حتى كاد يبلغ المنكبين وكان يغسل رجليه حتى أنصاف الساقين وكما ذكر عندكم في الحديث قال فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم استدل بهذا الحديث إذن هو راوي الحديث ويفهم هذا الفهم انتبه ويفهم هذا الفهم ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قوله فذهب بعض أهل العلم إلى استحباب إطالة الغسل لأنه كلما طولت الغسل ومددته كلما طالت غرتك وتحجيلك وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأظنه فيما أظن أنه قول الجمهور هو قول الجمهور فقد ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى استحباب إطالة الغرة والتحجير عملا بظاهر هذا الحديث وذهب بعض أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة بن القيم وهو الذي يختاره الشيخ بن سعدي وجمع من أهل العلم المعاصرين إلى أنه لا يستحب الزيادة على المرفقين ولا على الكعبين بل السنة أن يصل بغسل يدين إلى المرفقين وبغسل ذجلين إلى الكعبين يقول هذا هو السنة هذه هي السنة وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى هذا القول هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى والدليل على صحته عدة أمر الأمر الأول أن جميع الواصفين انتبهوا لهذه المسألة أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يذكرون أنه يغسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرفقين إلى ما فوقهما أو الكعبين إلى ما فوقهما فلو كانت إطالة الغرة والتحجين يعني مجاوزة محل الفر لو كانت من المشروع لبينه لنا صلى الله عليه وسلم لأن المتقرر في قواعد الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لي طيب وفعل أبي هريرة هنا طيب فعل أبي هريرة هنا نقل فعله إنما بناه على اجتهاد منه رضي الله عنه فعله إنما بناه على اجتهاد منه رضي الله عنه وأنتم تعرفون أن اجتهاد الصحابي أو قول الصحابي أو مذهب الصحابي متى يكون حجة إذا لم يخالف المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكن هنا فعل أبي هريرة خالف المعروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه لم يكن يتجاوز المرفقين ولم يكن يتجاوز الكعبي فإن قلت وكيف نصنع بقول أبي هريرة في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل نقول هذا يختلف الحكم فيه باختلاف قائله هل هو من جملة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مدرج من كلام أبي هريرة ساقه مساقة تفسير لو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لجعلنا السنة إطالة الغرة والتحجين لكن القول الصحيح عند المحدثين عند علماء الحديث أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى ذلك أغلب علماء الحديث كالإمام أحمد وغيره ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وكما رجحه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة وفي غيرها من كتبه فإذا نقاد الحديث يقولون إن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف مدرج من كلام أبي هريرة فإذا قال عن اجتهاد ولا عن نص مرفوع عن اجتهاد منه فنقول هذا فهم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإذا القول الصحيح أنه ليس من السنة إطالة الغرة والتحجيل بل السنة أن نقتصر على الموضع والحد الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يغسل الإنسان يده إلى المرفقين فقط ولا يرفع وأن يغسل الإنسان رجليه إلى الكعبين ولا يرفع ومن فوائد هذا الحديث أيضا لو سألنا سائل وقال أليس فعل أبي هريرة تفسيرا لروايته أجمعا لو سألنا سائل وقال أليس فعل أبي هريرة هذا تفسيرا لروايته الجواب نعم هو أراد أن يفسر روايته لنا طيب أولم يتقرر في قواعد الأصول أن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره فلماذا تهملون تفسير أبي هريرة وتقدمون عليه غيره فعل أبي هريرة هذا يعتبر تفسيرا لروايته وهو الراوي وتفسير الراوي مقدم على تفسير غيره نقول نعم هذا حق وهي قاعدة وصولية ولكننا قيدنا هذه القاعدة بأن لا يخالف تفسيره ظاهر الحديث يقول تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث وفعل أبي هريرة هنا خالف ظاهر الحديث بدليل أنه لو كان هذا هو الفهم الصحيح من الحديث لكان ذلك وقع من بيان النبي لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإذا فعل أبي هريرة هذا لا يتوفق مع ظاهر الحديث بل يخالف ظاهر الحديث فهو فعله اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد خالف تفسيره ظاهر الحديث فحينئذ لا نقبل تفسيره ولماذا لأن المعروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم عدمه طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب عليك إذا ذكر شيء من نعيم الجنة فلا بد أن تعتقد أنه ليس بينه وبين نعيم الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط أنه ليس بين نعيم الآخرة وبين نعيم الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط فإذا قيل غر محجرين فنعرف أن الغرة والتحجيل إن هي نور وبياض ولكن كيفية هذا البياض وحقيقة هذا البياض على ما سيكون عليه الله وعده وقوله تبلغ الحلية يعني الحلية في الجنة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فهي حلية في الجنة فهي حلية في الجنة ولكن حقيقة هذه ونحن نعرف معنى الحلية ولكن حقيقة هذه الحلية وكيفية هذه الحلية ليس داخلا تحت علمنا فإذا نعيم الجنة نعرف معانيه نعرف معانيه ونجهل كيفياته وحقائقه نعيم الجنة نعرف معانيه فقط ونجهل حقائقه وكيفياته فينبغي لكم أن تفهموا هذا فإذا سمعتم أن في الجنة قصورا وحورا وبساتين وفاكهة ورمان وغيرها نحن نعرف معاني هذه الأشياء نعرفها نحن نعرف معنى القصور ومعنى الخياء ومعنى النساء ومعنى الخمر ومعنى الماء ومعنى اللبن لكن ليس بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا في هذه الأشياء إلا مجرد الاتفاق في الإسم وقد تقرر بإجماعي للسنة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات ومن فواهد هذا الحديث أيضا أنه يجوز تلقيب الرجل بالحرفة أو الأمر الذي اشتهر عنه يجوز أن نلقب الرجل من باب التعريف بحرفة لا يعرفه الناس إلا بها مثل مثلا واحد حداد نسميه إيش فلان الحداد هذا من باب اللقب بحرفته وهو كثير عند السلف رحمهم الله تجد أن كثيرا من رواة الأحاديث ينتسبون لحرفهم مثل الحذاء وكذلك الطراز طرز الثياب وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله فإنه كان يعني يعرف ببيع الذهب أو كما قالوا عنه فهذه يسمونها حرفة الانتساب للحرفة قالوا أو نسبته إلى الأمر الذي اشتهر عنه كان نسبة نعيم المجمر هنا فإنه كان أبوه حريصا على تجمير المسجد وتبخيره قبل مجيء الناس فيه فسمي أبوه المجمر الولد اسمه نعيم ولكن أبوه اسمه المجمر فقوله نعيم المجمر سموه بالمجمر لأن أبوه كان يبخر المسجد ثم ورث هذه الصفة الطيبة ولده نعيم فكان نعيم رحمه الله تعالى يبخر المسجد فإذا لقب هو وأبوه بالمجمر لأن كل واحد منهما كان يجمر المسجد أن يبخره فعرف به آخر من الفوائد في هذا الحديث كيف يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أبو هريرة هنا يقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل نقول اسمع إن الخلة لا تخلو من حالتين خلة تصدر منه لنا وخلة تصدر منا له إما خلة منه لنا وإما خلة منا له المحرم والممنوع في حقه هي الخلة الصادرة منه لنا فهو لا يمكن ولا يجوز له أن يتخذ أحدا خليلا من أمته يتخذ أصحابا وأصدقاء نعم أما أن يتخذهم أخلة لا لماذا لأن الله اتخذه خليلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خليله الرحمن قال فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فإذا لا يجوز أن تصدر الخلة منه لأحد من أمته لماذا لأن خلته من خصائص الرب جل وعلا فالله لا يرضى بأن يشاركه في خلة محمد وإبراهيم أحد من الناس فالله اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذ محمدا خليلا عليه الصلاة والسلام كما اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا ولذلك أحب أصحابه إليه من أبو بكر ومع ذلك يقول ولو كنتم اتخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومحبته أو صحبته أو كما قال عليه الصلاة والسلام طيب أبو هريرة الآن الخلة صدرت من النبي له وإلا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز بل هذا أصل الدين لأنه لا يتم إسلام المرء ولن يذوق طعم الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فالخلة التي تصدر منا له هذا من الدين ومما يتقرب به إلى الله ومن أعظم الطاعات لله جل وعلا وإنما الممنوع في الحديث هي الخلة الصادرة منه إلا أنتم فهمتم هذا ولما منا له ملأه من فوائد حديث وعيم المجمل هذا أن فيه دليلا على قاعدة كبرى نبهنا عليها كثيرا وهي أن الجزاء من جنس العمل أن الجزاء من جنس العمل فإن هذه الأعضاء من الوجه واليدين والرجلين لما نالت كرامة التطهير تطبيقا لشرع الله جل وعلا وامتثالا لأمره جوزيت هذه الأعضاء بأن جعل الله فيها نورا يوم القيامة فهذا النور مكافأة لهذه الأعضاء ولصاحب الأعضاء على تطبيقه لشريعة الله جل وعلا وامتثال أمره فهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل أن الجزاء من جنس العمل فلما كان العبد حريصا على توضيعتها والوضوء مأخوذ من النظارة كما هو معناه في اللغة العربية جوزيت هذه الأعضاء بإنارتها لهذا العبد يوم القيامة والفائدة الأخيرة أن في هذا الحديث دليلا على ما قرره أهل العلم من أنه ليس كل حرام في الدنيا يكون حراما يوم القيامة فإن في الجنة أشياء هي من نعيم الجنة ولكنها حرام على الناس في الدنيا مثل تحل الرجال بالذهب هذا لا يجوز ولكن في الجنة يحل الرجال بالذهب يتحلون بالذهب تحلون من حلي الذهب كما قال في الحديث هنا تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فليس كل حرام في الدنيا يكون حراما في الآخرة فهناك أشياء منعنا الله جل وعلا من استعمالها في الدنيا سواء منع مطلق على كل الجنسين الذكور والإناث أو يكون محرما على الذكور دون الإناث أو الإناث دون الذكور فيكون ذلك من الأمور التي تحل في الجنة مثل الخمر حرام في الدنيا ولكنه من جملة نعيم الجنة وكذلك الحرير حرام لبسه على الرجال ولكن الرجال يلبسونه في الجنة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذه قاعدة طيبة أنه ليس كل حرام في الدنيا يكون حراما في الآخرة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خير